ما كان حلماً وأفكاراً بالأمس بات مخططاً توضع ملامحه التنفيذية اليوم إنه غاز شرق المتوسط الذي تضع إسرائيل يدها على كميات هائلة منه وتعتزم الآن مد أطول أنبوب غاز طبيعي تحت مياه البحر يمر بقبرص واليونان وصولاً إلى إيطاليا كانت الدولة العبرية حتى سنوات قليلة خلت مستوردة للغاز الطبيعي لكنها وبعد اكتشافات متتابعة مثيرة للجدل لحقول غاز عملاقة في حوض شرق المتوسط لم تتجاوز فقط مرحلة الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي بل تتفق الآن مع دول أوروبية على ذلك الأنبوب الذي سيمتد لألفين ومائتي كيلو متر بكلفة تتجاوز ستة مليارات دولار لتصدير ما تقول إنه غازها الطبيعي لكن هل هو كذلك بالفعل؟ تبلغ احتياطات حوض المتوسط من الغاز حوالي 122 تريليون قدم مكعبة وفق تقارير دولية ذكرت أن هذا الاحتياطي يفوق أهمية ما اكتشف في دول الخليج من نفط قبل عقود لكن هذه الثروات الهائلة محل نزاع وجدل يفترض أن يحسمه قانون البحار الدولي الذي يتحدث عما تعرف بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكل دولة وحدد القانون هذه المناطق بمائتي ميل بحري يحق للدولة أن تمارس فيها الاستغلال والتنقيب عام 2011 قالت قبرص اليونانية إنها اكتشفت أحد أكبر حقول الغاز في العالم وأسمته أفروديت ويحوي احتياطات تقدر مبدئيا بقيمة 120 مليار دولار بينما أعلنت إسرائيل اكتشاف حقل إليفيا الثان باحتياطات تقدر بنحو 18 تريليون قدم مكعبة إلى جانب حقل آخر هو شمشون الذي أعلن عن بدء تطويره لصالح إسرائيل أيضا وتقدر احتياطاته بأكثر من ثلاثة تريليونات قدم مكعبة الحقول الثلاثة تقع على بعد يتراوح بين 114 و190 كيلو مترا عن دمياط المصرية وهي بذلك ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر بينما تبعد أكثر من ذلك بكثير عن حيفا حقل آخر للغاز تضع إسرائيل يدها عليها وحقل تمار في منطقة متنازع عليها مع لبنان يقدر مخزونه بحوالي 275 مليار متر مكعب والمثير أن دولة عربية هي مصر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز من هذا الحقل تحديدا بعد أن كانت أي مصر توفر لإسرائيل في عهد مبارك قرابة نصف احتياجاتها الغازية إسرائيل التي لا تعرف لها منذ أنشئت حدود برية ولا بحرية واضحة تصدر غازا تستخرجه من مياه تعود قانونا لدول أخرى وهي الآن تقدم نفسها لاعبا دوليا ذا وزن ثقيل بعد أن اطمأنت لمكانتها الإقليمية في ذلك الصعيد بصفقات تصدير لكل من الأردن ومصر على حوض المتوسط دول عربية لا تملك الآن سوى مشاهدة الصراع على ثروات الغاز الهائلة تلك بينما تستقطب إسرائيل إلى جوارها كلا من قبرص واليونان التي وللمفارقة أبرمت معهما مصر في عهد السيسي اتفاقيات غاز ضد مصلحة تركيا التي تطل أيضا على الحوض المترع بالثروة ترجمة نانسي قنقر